سنعرف كيف نطبع من الهاتف او الموبايل في الطابعة Canon LBB 252DW من خلال الراوتر الواي فاي بدون استخدام اي كابل فلو يهمك الموضوع تابعا عندي بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم اخوانا من ايه؟ اخبركم ايه؟ ان شاء الله اكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد الساب من قناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة سنعرف مع بعض كيف نطبع من الهاتف او الموبايل في الطابعة Canon LBB 252DW وان شاء الله الحلقة اعجبكم اول شيء يجب أن نعرف الطابعة بالراوتر الواي فاي والخطوات كالتاني اول شيء سنفعلها سنختار هذا المينو ضغط واحدة ثم نختار ثلاث اختيار اعدادة الشبكات اوكي ثم نختار ثاني اختيار اعدادة شبكة لان اللاسلكية اوكي ثم نختار نعم ثم نختار اوكي ثم نختار ثلاث اختيار اعدادة SSID اوكي سيظهر لك هنا اختيارين اختيار اسمه تحديد نقطة الوصول واختيار اسمه ادخال يلوي فلو انت عامل الراوتر بتاعك مرئي يعني اي حد يبحث بالموبايل ويجب الشبكة بتحتك زهرة قدامه في الحالة دي ستختار تحديد نقطة الوصول لكن لو انت عامل الراوتر بتاعك مخفية ففي الحالة دي ستختار ادخال يلوي ثم بدخل اسم المستخدم او اسم الراوتر وكلمة المرور فأنا الروتر بتاعي عمله مرئي فأختار تحديد نقطة الوصول اوكي وهنا بيبحث على قائمة الشبكات فأنا بسمي الروتر بتاعي باسم كانون فأختار أول اختشار كانون اوكي وهنا بيطلب منك إدخال كلمة مرور الروتر الواي فاي مع العلم ان هذا زرور النجمة بيحول الحروف من كابتل لأرقام لرموز وطبعا عشان تدخل كلمة المرور ستلاحظ ان الحروف مكتوبة على الأرقام يعني لو عادت حرف C ستضغط على الزرور الاثنين 3 مرات وعيز B ستضغط على الزرور الاثنين مرتين كيف نعرف ان نكتب الحروف كبيرة وصغيرة مكتوبنا وضع الادخال حرف A يعني ان الحروف كلها كبيرة لو ضغطنا على الزرور النجمة ستجد حولت باية A صغيرة معانا الحروف كلها صغيرة لو ضغطنا على الزرور ستلاحظ انها باية 1 2 3 فأنا سأأخذ كلمة المرور وبعدما دخلنا كلمة المرور راوتر الواي فاي نختار تطبيق ثم نضغط على نعم ستلاحظ اللمبة الزرقة تعمل فلاش هذا يعني انها بتتوصل بالراوتر وهنا بيقول لك تم التوصيل هناك معلومة مهمة كده عودها لكم ثم اللمبة بتنور كده أزرق ثابت كما ترى معاناها انها بتوصل بالراوتر الواي فاي ومحتاج انك تتبع بس لكن لو انت لاحظت انها بتنور وتنتفي كده كما تعمل فلاش فده معاناها انها لسه بتبحث على الراوتر الواي فاي وعندما تتشغل التوابع كل مرة وتعمل فلاش كده لمدة ما يقرب ديئة لحد ما تربط بالراوتر الواي فاي ولكن لو انت لاحظت انها بتعمل فلاش وما تثبتش يبه انت عملت حاجة من أربع حاجات يا إما غيرت كلمة مرور الراوتر الواي فاي أو غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه يا إما حاولت الشبكة من مخفية المرئية أو من مرئية المخفية أو أنت حاطر الراوتر بعيد جدا فبالتالي كل شوية تفصل وتيجي وبعد ما وصلنا التقبيع بالراوتر الواي فاي سنذهب لجهاز الموبايل أو الهاتف ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فأينا بنا فأول شيء سنفتح بلاي ستور أو الاب ستور الذي موجود في الهاتف ونكتب في البحث كلمة كانون سننزل تحت قليلا سنجد الإختيار اسمه كانون بلينت بيزنس ثم نختار تثبيت ثم ننتظر لحد برنامج يثبت معنا وبعد برنامج ثبت معنا نعمل الفتح أول شيء عندما تفتح برنامج لأول مرة في الهاتف ستلاحظ خطوات روتينية أجريه فأجريه فأوكي حاجات عادية جدا ثم يأتي لك البرنامج بالشكل ستلاحظه على الشمال طبع وعليها علامة زائد يعني إضافة طابعة سنختارها عادي جدا ثم نختار أول اختيار Auto Search وهنا تنتظر لحد برنامج تظهر معك وهي تاني اختيار معي والطابعة اسمها LBB252 سنختارها عادي جدا ثم نختار Edit وبكده سبتنا تعريف الطابعة على الموبايل كيف نتبعه؟ أول شيء سنقفل برنامج هذا عادي جدا ثم نختار أي ملف BDF لم يأتي لك على واتساب ويتحمله ولكن أنا أخذش على ملفات BDF عندي وأخطار Welcome اللي هو أول اختيار هذا الملف أنا أريد أن أطبعه سنقوم بمشاركة أو Share ثم نختار Send Acopy ثم نختار برنامج Canon الذي نزلناه هنا ثم نختار Print كما ترى الطابعة أخذ الأوامر من الموبايل هذه أول ورقة ثانية ورقة ثانية ورقة ثانية ورقة رابع ورقة خمس ورقة وهذه سرعة الطباعة من الموبايل الآن أنا لدي ملف BDF في أكثر من ورقة أريد أن يكون أضع ودار مع العلم أن هذه الطابعة اللي هي LBB52DW فيها خاصية الطباعة على الوقتين تلقائيا سنقوم بإمكانك بعد أن اختارنا الملف BDF الخاص بك أو Word معك وصلنا إلى هذه الخطوة قبل أن تختار Print سنختار القيمة التي قدامكم وتختار سابع اختيار معمول ضغط عليه بقى On يعني كده أنت فعلت خاصية الطباعة على الوقتين تلقائيا لو ضغطت ضغط عليها يبدو أنت لقيت الاختيار فأنا سأختار On ثم نرجع خطوة الورقة ثم نختار Print كما ترون الأقوام التي تأخذ الموبايل على الوجهين الورقة ستلقائيا لا تشدهاش هي ستسحبها وتضع الظهر بأكد تظهرها كما ترون الورقة الوش الخاص بها تمام والظهر وهكذا الورقة والش الخاص بها والظهر الخاص بها كده عرفنا كده نطبع أي ملف BDF Award ووش وضهر مع العلم أن الصور لا يوجد شيء يسمى أنها تطبع على الوجهين الصور تبقى منفردة يعني إذا كان لديك أي صورة في الألبوم أو ستوديو الهاتف فلا ينفع لتطبع على الوجهين تطبع على الوجهين لكن لو ملف BDF Award تستخدم خاصية الطباعة على الوجهين تلقائيا بكل سهولة حسنا الآن أنا أريد أن أرجع التابع لأن تطبع على الوجهين والغي خاصية الطباعة على الوجهين تلقائيا نأتي عند وصائدد ونعملها خاصية كده بقت وش وش الآن أنا عندي صورة على الوجهين أو ما بعتقد من أي مصدر أريد أن أطبعها فأول شيء يجب أن تحمل صورة إذا كان من الوجهين أو من أي مصدر تاني يجب أن تحملها وتنزل في الألبوم أو الستوديو يعني لا يمكن أن يتطبعها وهي على الوجهين وكده أصلا الوجهين عندما يتطبع صورة يتحمل تلقائيا في الوجهين أو الهاتف فهنا نختار الصورة التي نطبعها من الألبوم أو الستوديو ثم نختار برنامج كانون ثم نختار برينت كما ترى الطابعة أخذ الأمر من الهاتف كما ترى الصورة لطبعاتها من الستوديو أو الأبوم الهاتف وبكذا انتهينا من موضوع حلقة اليوم أتمنى أن نعجبكم أتمنى أن نعجبكم منتظر أي صفصر لكم بخصوص طبعات كانون كان معكم أحمد السيد من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته